تحت عنوان مثير وزارة التوفيق تخالف الدستور وتنتهك خصوصية القيمين الدينيين نشر موقع هويا بريس مادة جاء فيها منذ أمس الجمعة شرعت المجالس العلمية المحلية بمختلف مدن المملكة في الإعلان عن النتائج النهائية لاختبارات شهادة التأهيل لممارسة مهام الإمامة والخطابة والآذان برسم الدورة الثالثة التي جرت بتاريخ 9 مارس 2022 والملاحظة الأولى تتعلق بالتأخر الكبير الذي شاب هذه العملية فإن إعلان هذه النتائج مؤطر قانونيا بغلاف زمني محدد في أربعين يوما كحد أقصى فقد نصت مسترات تسليم المجلس العلمي المحلي لشواهد التأهيل لممارسة المهام الدينية التي وجهها الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى لرؤساء المجالس العلمية المحلية بتاريخ 26 مارس 2021 في الصفحة الثالثة على أنه لا يجوز أن تتعدها مدة هذه المسطرة في كل مرة أربعين يوما والواقع أن المدة الفاصلة بين الإعلان عن المباراة بداية مارس وإعلان النتائج بداية غشت قد جاوز خمسة أشهر بدون مبرير علاوة على ذلك قد استنكر بعض القيمين الدينيين في اتصال معهوية ببرس انتهاك الوزارة لخصوصية المتأهلين وذلك بنشر معلوماتهم الخاصة والمتمثلة في أرقام البطائق الوطنية للناجحين وقد قمنا بمراجعة صفحات بعض المجلس العلمية المحلية فتأكدنا من صحة الملاحظة وهو أمر خطير جدا فقد فوجينا بأن أكثر المجالس قد عملت على نشر اللوائح كاملة رغم تضمونها أرقام البطائق الوطنية للمتأهلين للمهام المتبارة بشأنها وهذا التصرف يعد خرقا للدستور المغربي الذي ينص الفصل الرابع والعشرين منه على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وهو مخالفة للقانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الخاصة تجدر الإشارة إلى أن بعض المجلس العلمية المحلية قد انتبهت للأمر فقامت بتضليل العمود الخاص بأرقام التعريف الوطني للمتأهلين يذكر أنه كانت قد أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 0908 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ويشار إلى أن نشر رقم البطاقة الوطنية لشخص ما وفق بعض نشطاء مواقع التواصل من شأن أن يعرضوا لمشاكل كثيرة من انتحال شخصيته والتوصل لمعلوماته الضريبية والبنكية والصحية